نعود مرة أخرى إلى القدس المحتلة ومراسل الغد أحمد البوديري أحمد هلأ أطلعتنا على ما توفر لذيك من معلومات جديدة؟ المعلومات المتوفرة الآن حسب المصادر العسكرية الإسرائيلية منها طبعا ما هو معلن وما هو حسب مصدر عسكري بمعنى بأن ما زال هناك رقابة عسكرية تمنع نشر المعلومات هو أنها مجموعة من رشقات الصواريخ مضادات ضروع كما تسمى على الأغلب هي كورنت التي تم ضرب معسكر للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل والذي أصاب بشكل مباشر عدد من الأليات العسكرية الإسرائيلية وأيضا مكان قريب من الموقع العسكري حسب المصادر العسكرية التي رفضت رفصاحا اسمها قالت بأن هناك إصابات لعدد من الجنود الذين كانوا في إحدى تلك المركبات الإسرائيلية التي كانت في المكان ومرة أخرى حسب المصادر العسكرية الإسرائيلية فإن وزير الدفاع عمليا وهو بن يمين نتنياهو رئيس المزراء الإسرائيلي توجه الآن إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وذلك لإجراء المشاورات الأمنية على أعلى مستوى على اعتبار أولا بأننا نتحدث عن ضربة يقوم بها حزب الله ضد إسرائيل منذ عام 2006 أي منذ 13 عاما الجبهة اللبنانية كانت هادئة تماما الذي يحدث الآن هو شبه لن نقول انفجار لن نقول حرب ولكن نقول تصعيد لم نشد منذ 13 عاما بعد التصعيد الذي بدأ من الجانب الإسرائيلي بقتلها لمجموعة من مقاتلي حزب الله في سوريا وبعد ذلك أطلاق المصيرات الإسرائيلية فوق الضحي الجنوبية وبعد ذلك كان هناك إطلاق مجموعة من القفائف والصواريخ الإسرائيلية اتجاه الجبهة الشعبية القيادة العامة في شرق لبنان وهذه التطورات العسكرية التي قام بها الجانب الإسرائيلي عمليا تمت في الفترة في عجالة هذه التطورات العسكرية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي اعتبرت من قبل حتى المراقبين الإسرائيليين هنا تحدث في السياسة الإسرائيلية اعتبروا بأنه تصعيد لا داعي منه وأنه كان هناك تهويل لهذه المسألة والآن في الميدان أولا هناك فتح لكافة الملاجئ الإسرائيلية في منطقة الشمال على طول أربع كيلو متر في العمق الإسرائيلي كل الملاجئ في تلك المنطقة فتحات ثانيا هناك رفع لحالة التأهب ليس للقصوى ولكن مسمى الجهازية العالية عند الجيش الإسرائيلي في كافة المنطقة الشمالية وذلك لربما سوف يكون هناك استدعاء للمزيد من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى ومنطقة الجنوبية ثالثا هناك بيان من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيل الذي طلب من الإسرائيليين عدم الخروج من منازلهم والبقاء قريبا من الملاجئ لا حاجة للدخول إلى الملاجئ إلا بعد أن يتبين فيما كان هناك استمرار للعملية العسكرية لغاية الآن العملية العسكرية التي نتحدث عنها من في حوالي 20 دقيقة ما تزال مستمرة لم تنتهي بعد والذي يحدث الآن بأن الدبابات الإسرائيلية تقصف الآن جنوب لبنان بمجموعة من التفايف في منطقة عملية نية هذا ما كنت سأتحدث معك فيه وهو أن زميلة كلودي أبي حنى مراسلة الغد في بيروت أفادتنا قبل قلائل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مارون الراس هل تحدث جيش الاحتلال عن هذه الواقعة أو عن هذا القصف؟ الجيش الإسرائيلي أكد بأنه يقوم الآن بقصف مواقع داخل المناطق اللبنانية دون أن يحدث طبعا الموقع الجغرافية لكنه يقول بأن هذه قزائف الدبابات الإسرائيلية ولغاية الآن نحن نتحدث عن دبابات لم نسمع لغاية الآن أي تأكيد على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي إما قصفا بتلك المناطق أو استخدام المصيرات نتحدث الآن لغاية الآن عن ضرب من قبل الدبابات الإسرائيلية لمنطقة مارون الراس حسب المصادر اللبنانية ولكن حسب المصادر الإسرائيلية لم يتم الإعلان على المنطقة وقال البيان بأن هذه الضربات عمليا جاءت للرد على مناطق إطلاق القذائف اللبنانية التي تم إطلاقها قبل حوالي نصف ساعة من الآن سياسيا هناك حالة من الترقب ولكن هناك حالة من عدم الرضا من كل هذا المشهد السياسي الذي بات متأزما جدا وكان هناك خشية خلال الأيام الماضية بأن كفرة الضغط على حزب الله سوف يولد هذا الهجوم إذا كان هناك قتلى من الجانب الإسرائيلي بلا شك الليل سوف يكون هناك قصف إسرائيلي كما جرت العادة وبالتالي يكون هناك قصف مقابل من قبل حزب الله وكل المنطقة التي نتحدث عنها نذكر مرة أخرى هي ضمن ما يسمى بالخط الأزرق يعني حتى منطقة مارون الراس المنطقة الخط الأزرق هي المنطقة التي تعتبر منزوعة السلاح ويمنع على حزب الله التواجد فيها ولكن كل العملية العسكرية التي تمت الآن أو عملية ضرب تلك المنشآت العسكرية الإسرائيلية تمت منطقة تحت ما يسمى منطقة الخط الأزرق وهي التابعة لقوات اليونيفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر